اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنو رغم تحذيرات جوتراج من حجم الازمة الانسانية في اليمن تعهدات المانحين لم تلب نصف احتياجات الاغاثة بعد تفاقم العز التجاري في تونس حملة لترويج المنتجات المحلية ومواجهة الواردات الاجنبية اهلا بكم وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتراج نداء ملحن لانقاذ اليمنيين من المجاعة ودع الاسرة الدولية الى المساهمة في تمويل المساعدات الانسانية لوضع حد لأسوأ ازمة غذائية في العالم وخلال اجتماع الرفيع المستوى حول الازمة الانسانية في اليمن يُعقضوا في مقر الامم المتحدة في جناف وبدعم من سويسرا والسويد اكد كوتراج ان تفادي المجاعة ما زال ممكنا اذا تمت المعالجة بسرعة الحاجة الى المساعدات الانسانية وحماية المدنيين لم تكن اكبر من اي وقت مضى نداؤنا اليوم هو لجمع مليارين ومائة مليون دولار حتى الان لم يجري الوفاء الا بخمسة عشر في المائة منها ما يقرب من ثلثي السكان او ما يعادل تسعة عشر مليونا يحتاجون الى دعم فوري سبعة عشر مليونا يعانون عدام الامن الغذائي التام ما يجعلها اكبر ازمة جوع في العالم نرى جينا بكامله يعاني الجوع وعلينا العمل بسرعة لانقاذ الارواح نجح مؤتمر الامم المتحدة للمانحين في جمع ثمانمائة وتسعة عشر مليون دولار تبرعات لليمن من السعودية الكويت الامارات ودول غربية علما ان المؤتمر بدأ اعماله يوم الثلاثاء في جناف بهدف جمع ملياري دولار واعلنت بريطانيا تقديم مائة وتسعة وثلاثين مليون جنيه استرليني اي ما يعادل مائة وثمانية وسبعين مليون دولار تقريبا بينما قالت السعودية انها ستقدم مائة وخمسين مليون دولار اما الولايات المتحدة فقدمت خمسة وسبعين مليون بدورها منحة الصين ستين مليون اضافية اما الامارات والكويت فقررت كل منهما منحة مائة مليون دولار التعهدات المالية هذه لقاها مساعد الامين العام للؤمن المتحدة للشؤون الانسانية سيفن اوبراين بتأكيد امكانية توسيع العمليات الانسانية في اليمن رغم الاعمال الحربية واعلن وجود خطة لفريق انساني قوي في البلاد ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص في اليمن يتلقون معونات غذائية شهريا اكثر من مليون شخص تمكنوا من الحصول على مياه الشرب الصالحة لدينا خطة يوجد فريق انساني قوي في البلاد نستطيع ان نوسع العمليات الانسانية وندعو اطراف النزاع الى الالتزام بالقانون الدولي وإلا سيتم تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم اطلق ناشطون تونسيون على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حملة تحمل هاشتاغ استهلك 619 وهو الرقم الذي يرمز الى المنتج التونسي لتشجيع المواطنين على استهلاك البضائع المحلية وانقاذ الدنار الذي شهد انضلاقا حادا خلال الايام الاخيرة سميح البغان على خلفية انهيار قيمة صرف الدنار في الايام الاخيرة انطلقت في تونس حملة شعبية تلقائية على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو الاستهلاك البضاء التونسية لدعم قيمة الدنار ومقاطعة البضاء الاجنبية غير الضرورية التي يقول خبراء انها لن تساهم الا في المزيد من استنزاف احتياطي البلاد من العملة الصعبة اللي يحب يعاون ويساعد على عدم انهيار دنار تونسي انه يستهلك الكوتبار يشوف الكوتبار 619 وكوتبار الذاكة معناها يدل انها صناعة تونسية واحنا بطبيعتنا اذا كان معناه باش نحب ونحافظوا على موقع الدينار وما يحبطش يلجب ان نستهلك الصناعة تونسية ان شاء الله نصلوا لنقنعوا الناس باش تستهلك تونسي واصنع المعندهاش مردودية خاصة المعندهاش قيمة مضافة في البلاد حتى ينزم حتى الدولة والخواص نفسهم ينزم يوعوا كون البلاد ماشية للدرجة مش معقولة ووعي ذاتي من رجال العمال باش معاش يوردوا الحواج هذه الحملة تأتي في وقت حذر فيه خبراء في الاقتصاد من تواصل انزلاق الدينار لأسباب تعود أساسا إلى اختلال الميزان التجاري من خلال التفاقم حجم الواردات مقارنة بالسادرات الأمر الذي جعل تونس تعاني نقصا في العملة الصعبة معروف أن اقتصادنا يرتكز كثيرا على التوريد وذلك اللي يجعل الميزان التجاري في تونس هو ميزان العجزم تاعه عمل يكثر في تونس حالة الانزلاق التي يشهدها الدينار في الفترة الأخيرة وتواصل ارتفاع الأسعار قد يشعلان المواطنة التونسي وفق مراقبين غير قادرا حتى على توفير حاجيته الأساسية حملات مكاففة يطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي للتجيع على استهلاك الانتاج التونسي حملات يسعى من خلالها أصحابها إلى الحد من انهيار الدينار الذي يمر بأسوأ فتراته سميح البغاني تونس الميادين احتياطيات القمح في مصر تكفيها نحو شهرين ونصف شهر تقريبا وفق تأكيد وزير التموين علي المصيلحي الذي توقع شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف طن من المزارعين المحليين يشار إلى أن موسم الحصاد المصري يبدأ في منتصف نيسان أبريل من كل عام ويستمر حتى تموز يوليو وتضع الحكومة المصرية قواعد صارمة في مشترياتها من القمح المحلي لمنع الاحتيال مع سعيها إلى شراء نحو أربعة ملايين طن من المزارعين هذا الموسم دعا وزير الخارجية الصيني نظيره المصري سامح شكري إلى المشاركة في المنتدى المقرر عقده على مستوى عالي في إطار استراتيجية حزام واحد طريق واحد في بكين وقالت الخارجية الصينية أن مصر تعتبر شريكا مهما فيما يخص التنفيذ المشترك لهذه الاستراتيجية وأن الجانب الصيني يدعو مصر إلى التعاون في سبيل تطوير البلدين من جانبه شدد شكري على أهمية العلاقات مع الصين مؤكدا دراسة قنوات جديدة للتعاون معها استقبلت الصين أول قطار لنقل البضائع من روسيا عبر خط السكك الحديدية الجديد بحسب ما أفادت به وكالة الصين الرسمية وكان على متن القطار 38 حوية لمنتجات متنوعة نصت عليها مذكرة التفاهم بين موسكو و بكين في ترشين الأول أكتوبر من عام 2014 وتخدم هذه الاتفاقية مبادرة طريق الحرير وتوسع حصة السوق لخدمات الشحن بالسكك الحديدية بين آسيا وأوروبا الطريق الجديد سيوفر علينا عمل أسبوع مقارنة بالطريق البحري المعتاد ذاك الطريق مهدد بالأعصير والضباب ومشاكل مناخية أخرى الطريق البري مستقر نوعا ما ويوفر الكثير من المال مقارنة أيضا بالنقل الجوي وبذلك يخفض من التكاليف اللوجستية ويرفع من مستوى المنافسة للبضائع أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي جروزدهف أن وفدا من بلاده سيتواجه إلى تركيا قريبا لحل مسألة فرض قيود على الحبوب وقال جروزدهف أن بلاده ستطالب برفع هذه القيود في الاجتماعات التي ستعقد مع الجانب التركي ودعا الوزير الروسي تركيا إلى توضيح سبب فرضها قيودا على صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا 12 مليار دولار قيمة المشاريع التي بحثها صندوق قطر والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك أكد أن التعاون بين الصدوقين يتطور وإنهما وضعا مليون ومئتي ألف دولار في مشاريع محددة هذا وأعلن نوفاك أن المقترحات بشأن إمكانية تمديد اتفاق فيينا لتحديد إنتاج النفط ستناقش خلال الاجتماع الوزري المقبل في شهر أيار مايو المقبل بعد أن تستكمل أمانة أوبك تحليل الأوضاع في سوق النفط وكان وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة قد أشاد بالدور الرئيسي لنوفاك في إبرام اتفاق لخفض إنتاج النفط بين الدول المتجة له يشار إلى أن اتفاق فيينا سيبقى ساري المفعول حتى أواخر شهر حزيران يونيو المقبل وقد أبدت السعودية والكويت استعدادهما لتمديد العمل به إذا وافقت جميع الدول المعنية المرشد الإيراني السيد علي خامينئي دع المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى التعاهد للشعب بأن لا تكون نظاتهم موجهة إلى خارج الحدود من أجل تقدم البلاد وذكر خامينئي بأولوية سياسة الاقتصاد المقاوم الذي يتمحور حول الانتاج الوطني لضمان التطور على جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية أن يعيد الشعب بأن لا تكون نظرتهم منصبطا على خارج الحدود من أجل تقدم البلاد والتنمية الاقتصادية ولفك العقد ومعالجة الأمور بل أن تكون هذه النظرة منصبطا على الشعب نفسه وعلى الطاقات والقدرات المحلية حذر زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا من احتمال عدم إدراج صناعتها للخدمات المالية في أي اتفاق للتجارة الحرة بعد مغادرتها الاتحاد وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تاريزاماي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولورياتها لاتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي ودعت دول الأوروبية إلى تعديل المسودة كما أشارت إلى أن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والإشراف من جانب المفوضية الأوروبية كشفت شركة غاسبروم الروسية أن شركات انجي و او ام في و رويال داشتشال وغيرها من الشركات الأوروبية ستمول مجتمعة مشروع السيل الشمالي الثنين بخمسين في المائة من تكلفته وتقدر تكلفة المشروع حاليا بنحو تسعة مليارات ونصف مليار يورو على أن تبلغ مساهمة كل شركة نحو تسعمائة وخمسين مليون يورو وأشارت الشركة إلى أن الالتزامات المالية للشركات الأوروبية تؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع لأسواق الغاز الأوروبية هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر